طيب عايزين بقى قبل ما ندخل مع حضراتكم في أخبارنا اللي احنا جاهزين لكم عشان نحكي لكم عنها عايزين ندرد الشوية في الموضوع زي ما كنتم بقول لكم من شوية نعم الهواند هو اللي شاغل كل الأهلوية وهو طبعا المدير الفني الجديد في الحقيقة استعجال ملحوظ من الجماهير ويمكن استعجال ملحوظ أكتر منه بكتير من خلال الأعلام ووسائل التواصل الاجتماعي اللافت للأنظار بقى حضرات أنت ممكن تلاقي موقع مثلا أو مواقع كتب أسماء معينة على اعتبار أن دول المرشحين أو اللي بيتم التفاوض معهم حاليا وفي نفس اليوم نفس المواقع تنفي التفاوض مع نفس الأسماء فطبعا يعني منتهى عدم الدقة في تحري يعني أو منتهى عدم الاحترافية لأن نحن نتكلم في الآخر على المفروض أن في مواقع تندرج تحت بدل الصحافة يعني فالصحافة برضو ليها أصول وليها أبجديات وليها منطق لازم يكون حاضر طبعا كلامنا هنا لجماهير النادي الأهلي العظيم محدش يستعجل يا حضرات الناس الأشخاص المعنيين بهذا الأمر طبعا كلهم تحت إشراط كابتل محمود الخطيب كلهم بيدرسوا وبيدققوا في كل كبيرة وصغيرة لأن انتوا طبعا عارفين كويس أن النادي الأهلي عمره ما كان بتاع تغيير مدرب كل كم ماتش احنا الكلام ده مش بتاعنا فطبعا لازم يكون فيه منهجية واحترافية في عملية الاختيار احنا عايزين مدرب يفهم منظومة النادي الأهلي ويستوعب متطلبات جماهير النادي الأهلي وطموحات النادي لأن طموحات النادي دي لوحدها بتشكل ضغط غير طبيعي على أي حد فطبعا لازم يكون هو كمان عنده قدرة على استيعاب كل هذه الأمور فما فيش داعي للقلق الفريق بسم الله ما شاء الله لغاية النهاردة ماشي كويس جدا مع كابتن سامي أمصان واللعيبة قد المسئولية ومقدرين كويس جدا وعارفين كويس جدا الواجب اللي عليهم إيه في الفترة اللي جاية فعايزين نتطمن ونصبر ونثق فيه اختيار النادي الأهلي لمديره الفني إن شاء الله فترة اللي جاية أنا بتفق معاك في الكلام ده وخصوصا في النقطة اللي انت ذكرتها قصة البعض بيحاول أنه يطلع بأسماء يقولك الحصري وغيره لهم كافة الاحترام طبعا ما فيش أي مشكلة بس الموضوع خاص به النادي الأهلي وزي ما كريم قال إحنا علشان وزي ما أنا قلت لحضراتكم في بداية إحنا علشان اسم ينضم ليه النادي عندنا بيكون فيه شغل كتير جدا بيتم ودراسة كبيرة جدا بيتم على هذا الاسم زي ما بيتقاله والسي في وغيره وغيره فموضوع مش بسيط اللي هو يا جماعة بقى مين المدير الفني يعني زي ما كنت بقول لحضراتكم من أسبوع إحنا كنا بنتسئل في الشارع من أي حد هو مين اللي جاي طب قلولنا أي حاجة طب هو جنسي توي ما بتمشيش الأمور كده الأمور بتمشي بالصبر لأن احنا عندنا إدارة لازم نثق فيها بشكل كبير وجابوا لنا أسماء كتيرة جدا كانت محترمة في الفترة اللي فاتت لكن كل اللي احنا عايزينه نحنا نثق فيه اختيار بس الإدارة عندنا ومجلس الإدارة عندنا لأنه هو أكيد أكيد حينقي الأفضل والأصلح للنادي الأهلي ده اللي احنا بنأكد ليه أو بنطمن حضراتكم على أساسه النقطة التانية لما يتم بقى الاختيار أنا بس ليا رجاء واحد وأتمنى أنه إحنا كلنا نبقى كده ما يبقاش فيه أي جدل يعني مش بكلم من الأهلوية فيش أي جدل إن جنرال لأن انت فاكر برضو زمان لما مانوال خسي تم اختياره البعض من يعني الصحافة المختار فقيت لك تابو ده مين وده مش إيه بعدين يعني تفوجة في الآخر أن مانوال خسي من أفضل المدربين اللي عدوا على تاريخ النادي الأهلي يجيب بعد كده فايلر برضو البعض كان بينتقده يعني ما تبقاش فاهم وفايلر كان برضو من أفضل المدربين ومسيماني وغيره إن شاء الله اللي جاي يكون يصلح ويكون قد أنه هو يمرن هذا النادي إزاي ما بتقالك كبير إحنا بنأمل ذلك ووثقين أنه حيتم اختيار الأصلح للنادي الأهل إن شاء الله أنا عن نفسي أشك جدا لحياة فكرة أن الإسم اللي حيطرح أياً كان من هو مش حيثير جدل دي العادة بتاعت الناس وأياً كانت الأسماء اللي بتطرح لازم تلاقي حد يقول لك إيش معنا دا يعني وبناء على إيه طب إيه خلفيته ممكن جدا الشخص اللي بتقال عليه إيه خلفيته دايب عنده خلفية قد كده وعامل نجاحات مدوية في أماكن تانية ففعلاً الصبر طيب يا حضرات